المسلم لا يكذب المسلم لا يقول إلا الصدق الصدق آخر طريقة الصدق يؤدي إلى الجنة وآخر طريقة الكذب نسال عافية السلام يؤدي إلى النار أولا لابد نصدق مع الله ثم نصدق مع عباد الله لا تكذب إذا تكون صادقا يصدقك الله سبحانه وتعالى الصدق فيه النجاة والكذب نسال عافية السلام في الخسارة نسال عافية السلام في الخسارة ترجمة نانسي قنقر